الآن الحسين خرج بأهله وهو في المسير إلى الكوفة ولم تخلف عنه أناس حتى من أهل بيته حتى من ابن الحنفية كان له رأي في أهل الكوفة فالرأي في تجنب الكوفة هو رأي شائع ليس رأي قليل ولكن الإمام الحسين كان يذهب بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عنده من النصوص وهناك نصوص صحاحها حتى الألباني في السلسلة الصحيحة هناك نصوص أنه سيقتل بالعراق فهو ماض إلى قداره هو يذهب إلى قداره هو يعرف من حيث المجمل أنه سيقذل وكذلك الإمام علي عندما ذهب إلى صفين لما مر بشط الفرات قال صبرا أبا عبد الله بشط الفرات هذا صحاحه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة فأم سلمة كان عندها خبر بهذا الحسين يعني هناك خبر معروف كأنهم أرادوا تقديم يعني كأن الله عز وجل أراد أن يكون الحسين فداء لهذا الدين يعيد يعيد الروح يعني يعيد التساؤل كما قلنا الصدمة فعليه حال ابن الحنفية لم يتابعه يعني رأى أن المكان ليس مناسبا الكوفة وليس معنى هذا أنه لا يرى شرعية الثورة على من بدل دين الله أو من كذبوا على الله ورسله بدلوا دين الله ترجمة نانسي قنقر